قال عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي إن الاختبار الحقيقي للإدارة الأمريكية تجاه المنطقة والشعوب الإسلامية يبدأ بوقف الحرب في قطاع غزة والعمل على البدء في عملية سلام شاملة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية وباحث العليمي مع السفير الأمريكي لدى اليمن سيفين فاقين مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن وهنى الدكتور العليمي السفير والشعب الأمريكي الصديق بمناسبة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وأكد العليمي حرص مجلس القيادة الرياضي والحكومة اليمنية على العمل مع الإدارة الجديدة بكل جدية وإيجابية بما ينعكس على خدمة بلدين وشعبين الصديقين وبما يحقق لليمن وشعبها الكريم إنها انقلاب ميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واستعادة الدولة من جانبه أكد السفير الأمريكي دعم بلاده لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مواجهة مختلف التحديات